ترجمة نانسي قنقر فأثنى سمه على الأداء الراقي والمستوى الرفيع الذي قدمه أفراد المنتخبين الشقيقين في التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى المونديال العالمي وأصرار اللاعبين على تحقيق الحلم بالتواجد في المحفل الأهم والأكبر في كرة القدم مؤكدا على الجهود الكبيرة التي بذلتها القيادة السياسية في كل البلدين والأسرة الرياضية كافة من أجل تهيئة المناخ المناسب للجهازين الفني والإداري واللاعبين الذي ساهم في تأهل المنتخبين إلى النهائيات وأكد سمه شيخ ناصر بن حمد أهل خليفة أن تواجد السعودية ومنصر إضافة إلى المغرب وتونس يعتبر سابقة تاريخية تعكس مدى التطور الذي تعيشه الرياضة العربية بصورة عامة ورياضة كرة القدم على وجه الخصوص متمنيا المنتخبات العربية التوفيق والنجاح في المحفل العالمي وتحقيق النتائج الطيبة